ده التراجي في نقطة ويفتع عندها كثيرا أمس حناش نتكلم فيها مبارح وهي ماذا حدث للنادي الأهلي بعد خماسية ساندونز أو سؤال بصيغة أخرى ما هي أرقام مرسل كولر مع النادي الأهلي بعد خماسية ساندونز لها كثير من الدلالات الأهلي انطلق انطلاق عظيمة بعد هذه الخماسية كأسد يصرخ في كل خصوم شف الأرقام وانت هتعرف معنى الكلام اللي أنا أقول تعال يلا بنا الأهلي مع كولر بعد خماسية ساندونز لعب عشر مباريات في كل البطولات فاز في تسعة تعادل في واحدة سجل تلاتة وعشر هدف دخل مرماه هدف واحد بالمناسبة في الفوز ده اللي هم تسع مباريات منهم بطولتين على بيرامدز واحدة سوبر واحدة كاس عشر مباريات بص الأرقام عشر مباريات كسبت تسعة تعادلت مباراة لم تخسر أي مباراة سجلت تلاتة وعشرين هدف دخل مرماك بعد الخمسة هدف واحد في تلاتة وعشرين مباراة تحول تام يعني عشان كده عفوا في عشر مباراة تسع مباراة هو سجل تلاتة وعشرين هدف علشان كده بقولك إيه حتى لو الأهل يواجهها سان داونز في المباراة النهائية يا ألف أهلا يا ألف سهلا بتلوش انسوا بقى اللي حصل قبل كده ده والخمسة دي مش تحصل تاني نهاردة بالمناسبة يا سان داونز كان بيواجه الوداد في المغرب على ملعب محمد الخامس والمباراة خلصة بالتعادل السلبي رغم طرد طرد لعب من سان داونز قبل نهاية الشوت الأول بخمس دقائق ولسان داونز كامل المباراة بعشرة لعبين وطرد لعب آخر من سان داونز مع نهاية المباراة في الوقت الضايع اتنين لعيبة اتطردوا النهاردة من سان داونز بالمناسبة لاتنين لعيبة اللي تعددوا طرد مباشر يعني مش هيلعبوا المباراة القادمة مع الوداد وغالبا مش هيلعبوا المباراة الأولى مباراة الزهاب في النهاية فده برضو يعني نحطه في الحزبان وان كنا ما زلنا نتمنى للشقيق المغربي الوداد انه يستطيع التأهل من جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبي اليوم في المغرب طيب